أدنت منظمة التعاون الإسلامي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان أخرها المجزرة التي ارتكبت في مدينة جنين ومخيمها وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيين وإصابة آخرين واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يأتي في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع المدني بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه العسكري الغاشن تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة